السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الطلبة بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سندرس معا في هذا الفصل مقرر اسمه حساب التفاضل والتكامل 2 رمزه 202 ريض هو استكمال لما تمت دراسته في الفصل الأول وهو حساب التفاضل والتكامل 1 كان مقرر حساب التفاضل والتكامل 1 يتحدث عن عملية الاشتقاق في المقرر الذي بين أيدينا سندرس عملية معاكسة لعملية الاشتقاق والتي تسمى بعملية التكامل فسندرس أولا تعريف ما يسمى بعكس المشتقة أو الدالة الأصلية تعريف تسمى الدالة f كبير x دالة عكس المشتقة للدالة f صغيرة x في الفترة i إذا كان أخذنا الدالة f كبير x واشتققناها لحصلنا على الدالة f صغيرة x وذلك من أجل جميع قيم x من الفترة i فعلى سبيل المثال الدالة f كبير x التي تساوي إلى x تربيع تصلح لأن تكون عكس مشتقة للدالة f صغيرة x تساوي 2x وذلك لأن إذا أخذنا f كبير x واشتققناها أي إذا أخذنا x تربيع واشتققناها فإننا نحصل نتيجة للاشتقاق مشتقة x تربيع يساوي إلى 2x أي تساوي إلى f صغيرة x سؤال يطرح نفسه هل عكس المشتقة دالة وحيدة؟ الجواب على هذا السؤال بالنفي حيث أنه يوجد عدد لا نهائي من الدوال يصلح لأن يكون عكس مشتقة للدالة f صغيرة x فعلى سبيل المثال إذا عدنا إلى المثال الأخير الدالة f1x التي تساوي إلى x تربيع زائد 2 والدالة f2x التي تساوي x تربيع سالب 5 على 2 كلاهما يصلح لأن يكون عكس مشتقة للدالة f صغيرة x تساوي إلى 2x وذلك لأن إذا أخذنا الدالة الأولى f1x وأجرينا عملية الاشتقاق لها أي إذا أخذنا x تربيع زائد 2 واشتققناها فإنه حسب قواعد الاشتقاق التي درسناها هذه مشتقة الأولى زائد مشتقة الثانية مشتقة الـ x تربيع هي 2x مشتقة السابت 0 و2x زائد 0 يساوي إلى 2x أي يساوي إلى f صغيرة x مما سبقنا استنتج أنه إذا اشتققنا الـ f1x حصلنا على f صغيرة x إذن فعلا إن f1x يصلح لأن يكون عكس مشتقة للدالة f صغيرة x كذلك الأمر بنفس الأسلوب تمام إذا أخذنا f2x التي هي عبارة عن x تربيع سالب 5 على 2 فحسب قواعد الاشتقاق إن هذا يساوي إلى مشتقة الـ x تربيع مشتقة الـ x تربيع سالب مشتقة الخمسة على 2 مشتقة الـ x تربيع هي 2x ومشتقة الخمسة على 2 هي 0 و2x سالب 0 يساوي إلى 2x أي يساوي إلى fx وهذا ما يؤكد على أن f2x يصلح لأن يكون عكس مشتقة للـ f صغيرة x على وجه العموم فإن الدالة f كبير x تساوي x تربيع زائد c حيث c سابت من r هي عكس مشتقة للدالة f صغيرة x تساوي إلى 2x وذلك لأنه إذا أخذنا f كبير x التي تساوي x تربيع زائد c وأجرينا عملية الاشتقاق لألة فإن مشتقها يساوي مشتقة x تربيع هو 2x زائد مشتقة السابت 0 و2x زائد 0 يساوي إلى 2x وهذا ما هو إلى fx إذن فعلا أن أسرة كل عكس المشتقات للدالة fx هي عبارة عن x تربيع زائد سابت في الجدول التالي المثال التالي ترون جدول يحوي على مجموعة من الدوال كأمثلة عن دالة وعكس مشتقة لألة فالدالة x تربيع تقبل عكس مشتقة لألة هي 3x تكعيب زائد سابت والدالة 8x تقبل عكس مشتقة لألة 2x و4 زائد سابت كذلك الأمر cosx يقبل عكس مشتقة لألة هو الدالة sinx زائد سابت السؤال الذي يطرح نفسه ما هي العلاقة التي تربط بين عكسي مشتقة لنفس الدالة الجواب في النظرية التالية نظرية تقول على أنه إذا كانت f كبير x عكس مشتقة للدالة f غير x وكانت gx أيضا عكس مشتقة لألة f غير x في نفس الفترة عند إذن فإن الدالة gx يمكن حصول عليها من fx وذلك بإضافة سابت أو بكلمة أخرى أن فرق عكسي مشتقتين لنفس الدالة يساوي إلى مقدار سابت أي أن الجيل x نائس fx هو عبارة عن مقدار سابت فعلى سبيل المثال إذا عدنا إلى مثالنا السابق أن fx تساوي إلى 2x ووجدنا أن f1x الذي هو عبارة عن x تربيع زائد 2 ووجدنا على أن f2x الذي هو x تربيع سالب 5 على 2 كلاهما عكس مشتقة للدالة f صغيرة x تساوي 2x من هنا إذا حسبنا حاصل طرحهما أي إذا حسبنا f1x نائس f2x لو وجدنا أنه يساوي إلى x تربيع زائد 2 نائس x تربيع نائس 5 على 2 وهذا بفك الأقواص نحصل على x تربيع زائد 2 نائس x تربيع زائد 5 على 2 وهذا يساوي طبعا x تربيع موجب وسالب x تربيع يمكن أن نحصل على الحياد بالنسبة لعمالية الجمع وهذا يبقى لدينا 2 زائد 5 على 2 طبعا عدد زائد كسر لا يمكن جمعهما إلا بعد توحيد المقامات اللي 2 تكتب على شكل 4 على 2 4 زائد 5 هي 9 على 2 أي يساوي إلى مقدار سابق ترجمة نانسي قنقر